الصلاة عمود الدين وهي الركن الأعظم للإسلام بعد الشهادتين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وقد فرض الله تعالى على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع الحديث وشروط صحة الصلاة ستة هي دخول وقت الصلاة ستر العورة الطهارة من الحدث الطهارة من النجس استقبال القبلة النية وللصلاة أركان وواجبات وسنن فأركان الصلاة أربعة عشر ركنها هي القيام في الفرض على القادر تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع من الركوع الاعتدال قائمة السجود الرفع من السجود الجلوس بين السجدتين الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي كالركوع والسجود التشاهد الأخير الجلوس للتشاهد الأخير وللتسليمتين التسليمتان ترتيب الأركان على النحو المذكور وأما واجبات الصلاة فثمانية وهي التكبير لغير الإحرام قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد قول ربنا ولك الحمد قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود قول رب اغفر لي بين السجدتين التشاهد الأول الجلوس للتشاهد الأول وسنن الصلاة هي ما عدى الأركان والواجبات وهي كثيرة منها دعاء الاستفتاح التعوذ والبسملة قول آمين قراءة سورة بعد الفاتحة ما زاد على المرة في تسبيحي الركوع والسجود الدعاء بعد التشاهد الأخير والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوى بل لابد من الإتيان به وإلا بطلة الصلاة أما الواجب فيسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو وأما السنن فلا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا بخلاف الأركان والواجبات فحافظ على صلاتك بأركانها وواجباتها واحذر من تضييعها أو الإخلال بها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ترجمة نانسي قنقر